أهلا أحبائنا مشاهدينا مرتاني برحب فيكم في هذه الحلقة بعنوان قد جعلت قدامك الحياة والموت اختر الحياة وهذه صلاة لكل شخص بشاهدنا اليوم أنه يختار الحياة خليني في البداية أعطيك خلفية عن هذا الموضوع موسى بيتكلم لشعب إسرائيل وطبعا كتابة الوحي إعلان من الله لموسى وعم بيتكلم للجيل الثاني والجيل اللي عاش في الصحراء لم يهلك كما حصل مع الآباء بسبب خطيتهم ورفضهم للرب هذا الجيل عم بيوصيهم موسى أن يحب الرب يلتسقوا بالرب يعبدوا الرب ويسمعوا لصوت الرب وهذا الجيل اللي كان طبعا من ابن عشرين مادون كبر لأنه عاش في الصحراء ووصلوا إلى منطقة تسمى سهول مؤاب وعند سهول مؤاب عملوا الكامب الكبير المعسكر الكبير وهناك كان في يعني في الإصحاحات الأخيرة من سفر التثنية اللي بتختم على الطورة الطورة يعني أصفار موسى الخمسة اللي هي جزء من العهد القديم جزء من الكتاب المقدس طبعا إخوتنا اليهود بيقولوا بيسموها التناخ شو التناخي عبارة عن ثلاث أحرف لثلاث كلمات تورات نيفئيم اكتوفيم وهي بتلخص كل الكتاب المقدس في العهد القديم الطورة نيفئيم أي الأنبياء اكتوفيم أي الكتابات مثل سفر المزمير والأصفار الشعرية إلى آخر هي الملخص وهذا ما ذكروا يسوع المسيح في العهد الجديد أن هذه الأصفار مكتوبة عنه في هذه الأصفار عم بيختم رجل الله موسى للجيل التالي الجيل اللي لازم يعبر الأردن ودخول أرض كنعان عم بيعطيهم توصيات وهي التوصيات أحباء ابتدأت في سفر التثنية إصحاح 28 وهذا الإصحاح يسمى إصحاح البركات واللعنات وهذا الإصحاح يتعلق بكلمتين والكلمتين يعني إن سمعت أو إن لم تسمع موسيقى 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 موسيقى